وقع وزير العمل محمد جبران وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة التدريب المهني والفني أكد وزير العمل على أن البروتوكول يعد نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني ولتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من جهته أكد وزير التربية والتعليم أهمية هذا البروتوكول في إطار خطط الدولة لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل البروتوكول ده أنا بعتبره تكامل ما بين وزارة التربية والتعليم والعمل وده هو اللي كان مفروض يتعمل من زمان وده طبقا لتوجهات دولة رئيس الوزراء أن لابد أن يكون وزارة التربية والتعليم والعمل اللي هم من سوق العمل أن التدريب يكون متوافق مع الوظائف اللي هي موجودة دلوقتي حاليا وخصوصا في ظل تطور الرهيب في التكنولوجيا اشتركوا في القناة